للوقوف أكثر على انتهاكات النظام الإيراني داخل السجون ينضم إلينا عبر سكايب من لندن الكاتب والباحث في الشأن الإيراني الأستاذ يوسف عزيزي أستاذ يوسف بداية مرحبا بك منظمة أو بحسب منظمة العفو الدولية فإن النظام نظام طهران يخفي حقيقة الوضع الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان داخل السجون الإيرانية تحديدا السجناء السياسيين ما حقيقة هذا الإخفاء لماذا يخفي النظام الإيراني هذه الانتهاكات وحقيقة الوضع الإنساني داخل السجون تحياتي لكم ولمشاهدكم الكرام هناك الألوف من السجناء السياسيين يرزحون في المعتقلات والسجون المختلفة في كل أسقاع إيران ليس في طهران الذي تتسرب بينه الحين والآخر فيتيوهات من معتقلات طهران مثل سجن إيفين وأمثالهم هناك سجون أسوأ من إيفين هناك سجن الأهواز هناك سجن كردستان هناك سجن بلوشستان هي أسوأ بكثير من سجن إيفين لأنه أنا جربت هذه سجن إيفين والسجن الأحواز وأعرف مدى وحشية النظام وعنفه ضد السجناء غير الفرس في المحافظات الأخرى على كل حال يعني النظام الإيراني وخاصة علي خامني يعني المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية ومن أجل استمراره في حكمه الجائر لمدى حياته يعني يغض الطرف عن كل هذه الجرائم يعني المسؤول الأول ليس حاج محمدي رئيس السجون الإيرانية أو مدير سجن إيفين أو مدير سجن الأهواز لا هو المسؤول الأول في الواقع المستبد الأكبر والولي الفغي علي خامني ففي الواقع هذه الجرائم التي تتم في سجون الإيران يعني ليست لها نظير غلمة يعني غلمة في تاريخ السجون الإيرانية وهناك أساليب تعذيب خاصة يعني اخترعها المعذبون الإيرانيون في السجون منهم واحد اسمه داود رحماني يتوفى غبل شرق تقريبا هذا في أوائل الثمانيات اخترع نوع من التعذيب بالفارسي يسمونه التابوت التابوت هو تابوت العربي يعني هو زي التابوت اللي بيخلوه بضعوفه في القبر فكان يعذب السجناء السياسيين ومعظمهم من لسار ومن مجاهدي خل في هذا التابوت ومعروف يعني التعذيب الفارسي معروف عمره غرون من الزمان يعني شايف كيف فلهذا أننا نعرف هذه الحقائق كسجناء سابغين لكن هي كشف للعالم للإيراني العادي اللي لا يعرف الكثير عن هذه المظالم وهذه عمليات التعذيب التي تتم في السجون الإيرانية وانت تعرف يعني العديد من السجناء يموتون تحت التعذيب وهناك يعني أشياء هم يعني يعترفوا بها هم مسؤولي السجون هذه يعني غبل في الصيف يعني في أغسطس الماضي أيضا تم الكشف عن فيديوهات عن سجن أفين في مجموعة اسمها عدالة علي هي اللي كشفت هذه هذه الفيديوهات اللي تبين العنف اللي يعني ينفذ ضد السجناء في سجن أفين فهذه الفيديوهات كشفت الوجه الغبيح بعد كشفها للوجه القبيح مثل ما وصفته للنظام الإيراني وطريقة تعامله مع السجناء السياسيين يعني بعد أن اخترق قراصنة المنظمة الإلكترونية للكاميرات في السجون وكشفوا هذه الانتهاكات وأصبحت على الملأ كيف سيواجه النظام الإيراني هذه يعني هذه الأدلة الدامغة والموثقة كيف يواجه حاجي محمدي حاجي محمدي رئيس السجون الإيرانية وبعد الكشف عن الفضيحة في أغسطس الماضي بواسطة هذه مجموعة عدالة علي جاء واعتذر لكن تعرف مين اعتذر نعم لم يعتذر من السجناء ولم يعتذر من الشعوب الإيرانية بل اعتذر من خامني من المعذب الأكبر من المستبد الأكبر فهؤلاء أخي لا يعرفون إنسانية ولا إسلامية ولا مثب ولا يعني المهم هو استمرار الحكم حكم خامني الشوفيني الاستبدادي بأي طريقة كانت فكما ذكرت لكم يعني في الواقع سجن يعني 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 نوعا ما أنسب أنسب في 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 أبريل عشرين عشرين لما أجت هاي جائحة الكورونا وكذا وهذا صارت يعني اضطرابات واحتجاجات في السجون الإيرانية فهرب بعض السجناء في كردستان وفي شمال إيران وفي طهران وفي الحواس وهكذا يعني البعض يعني أعادوهم إلى السجون يعني احتغلوهم مرة أخرى لكن ولا واحد يختل إلا في الأهواز خمسة وعشرين سجين عربي قتلوهم في الأهواز لأنهم احتجوا ولم يهربوا بس احتجوا فهذا النظام في الواقع صحيح هذا ما نسمعه عن سجن أفين وسجون طهران لكن الأسوأ لم نسمع عنه ولم تسمعوا عنه اللي ذكرت غسم منه وأنا أجيب لك أحصاء واحد يعني منظمة العفو الدولية قبل سنة ولا سنتين يعني أظهرت أن خمسين في المئة من سجناء إيران هم من الكورد و يعني نحن أيضا حسبنا أن عشرين في المئة أيضا من سجناء إيران هم من عرب الأحواز خمسة عشر من المئة من البلوش وعشة في المئة من الآذريين فقط خمسة في المئة من الفورس فهذا يدل أن النظام يركز غمعه وبصشه ضد أشعوب غير الفارسية بالدرجة الأولى ولا شك أن المناظرين الفورس أيضا يعني يتم اصطهادهم وتعذيبهم منه مناظرات نساء يعني ماذا عن النساء؟ يعني السجون نظام الإيراني تحوي عددا كبيرا من السجناء من النساء هل يجري أو يتم تعذيب النساء كما يتم تعذيب الرجال؟ نعم نعم هذا النظام الذي يعني يدعي بأنه إسلامي وأخلاقي وديني يعني أغذر السب والشاتم الجنسي وما شابه ذلك يتم توجيه للنساء هن يتكلم لما يعني يخرجنا من السجن وبل حتى التهديد بالاختصاب وما شابه يختصبون الرجال أخي يختصبون الرجال في في انتفاضة 2009 يعني معرفة بالحركة الخضراء يعني اختصبوا الرجال والنساء سواء فهذا النظام يعني صاغط أخلاقيا وصاغط سياسيا وصاغط اجتماعيا يعني ما يعني يحفظه هو إلا السيف يعني السيف والسجن والتعذيب والإعدام وما شابه ذلك وأيضا حول الإعدامة أنا أقول لك أكثر الإعدامات في إيران هي من الكورد يليهم العرب والبلوش يعني هكذا يواجه خامني و يعني أجهزته البيرغراطية والسجون وهذه يعني الشعوب لأنه الناس يعني في الواقع يعني وصل وصل الأمر إلى شكل لا لا يمكن تحمله ساذ يوسف اختراق الأنظمة الإلكترونية للسجون الإيرانية على هذا النحو في مدة قصيرة يعني عدة مرات هل إلى أين لا يكشف ذلك عن هشاشة النظام الإيراني الذي يدعي أو طالما يدعي أن لديه فرقا سبرانية غاية في الفاعلية وغاية في القوة يعني كيف يعكس ذلك هشاشة النظام الإيراني مع هذه الخلقات المتوالية للأنظمة الإلكترونية هو ليس فقط في النظام السبراني في العالم الواقعي أيضا كل يوم أو كل فترة وقتلوا منه علماء نوويين ومسؤولين كبار وما شابه ذلك يعني كل فترة وأحرغوا له يعني معامل ومصانع للتسليح وللتخصيب النووي وما شابه ذلك فهو في الواقع سؤال إذا كانت نظام الإيراني بهذه الهشاشة لماذا يجلسون معه على طاولة مفاوضات وبيدهم أوراق قوية يعني الغرب مثلا بيدها أوراق قوية لإسقاط النظام الإيراني من سهولة أخي الغرب والدول الأوروبية لا يريدون إسقاط النظام الإيراني يعني هاي الشعوب الإيرانية خلال يعني من من 2017 إلى الآن يعني إحنا 21 أقول لك يعني أربع انتفاضات رهيبة يجوز أنتم سمعتوا فيها 2017 و2019 وحتى هذه السنة 2021 التي كانت انتفاضة الشعب العربي في العواز وتلتها الشعوب الأخرى فكل هذه الأمور كانت وكادت أن تؤدي إلى تغيير في إيران لكن الأوروبيين لم يدعموا لم يدعموا هذه الانتفاضات وهذه الاحتجاجات لأنه لا يريدون أن يصبط النظام الإيراني لا يزال لا يزال يعني يتصورون أن هذا النظام يمكن التعايش معه أو يتصوروا أنه ممكن يصير انفلات وتتجه الكبيرة من اللاجئين إلى الدول الأوروبية هذا يبدو عبر سكايب من لندن الكاتب والباحث في الشعين الإيراني الأستاذ يوسف عزيزي شكرا جزيلا لك